موسيقى اللي عندنا الشناوي وعندنا آه ربنا يديهم الصحة والعافي موجودين إنما مين الصف التاني مين الحراس ما عندناش عشان كده في حلقة الليلة من المجري هنتكلم عن حراس المرمى ودي مرتبطة بضيفنا كمان اللي هو موجود معنا لكن اللي أنا عاوز أقوله هو احنا عندنا مشكلة في حراس المرمى هل انتهى زمن حراس العمالقة الموهوبين اللي كنا بنشوفهم زمان زي إكرامي وسابت وعادي المأمور وعرابي وكان كل فرقة من الفرقة الكبيرة بتاعة الدور العام المصري فيها جول كيبر وفيها جولينكي وفيها اتنين احنا دلوقتي ما عندناش عندنا أزمة وأزمة كبيرة قوي الحارس دلوقتي هل الحارس دلوقتي الحراس أو بمعنى صح الحراس موهوبين ولا الحارس بيتصنع بصراحة أنا شايف إن عندنا مشكلة كبيرة جدا في حراس المرمى وبدليل لما بتصاب أي حادث مرمى وحراس بنبدأ ندور نشوف مين لاحل محله احنا قبل كده وقلنا عشان نرفع المستوى إن احنا نمنحهم فرصة بمنع التعاقد مع حراس أجانب للأندية هي نجحت في فترة من الفترات إنما عملت فرق دلوقتي لا ما عملتش فرق زي ما احنا بنتكلم وبنقول احنا ما عندناش رصات حربة ما عندناش باكات ليفت وباكات رايت معظم الموجودين في الدور المصري كلهم محترفين من برة طب فين منتخب مصر فين الناشئين اللي احنا كلما تعودين عليهم ومال فين قطعات الناشئين اللي في الأندية يمكن خلالنا نتكلم بصراحة إذا مالك بيطلع ناشئين والنادل قليل مطلع ناشئين حاجة تفرح قوي إنما أنا بكلم على حراس المرمى حراس المرمى لم يصل أي حارس مرمى إلى المستوى المطلوب البول المستوى المطلوب ده زي العمليقة اللي أنا قلت له حضركم كان سابت البطل وكان فيه إكرام سابت البطل رحمة الله عليه وأحمد شبير ده كان آخر إنما بعد كده في مين ما فيش مشكلة حراس المرمى أو نقدر نقول إيه الخامة الصغيرة هل هي اكتشافها اللاعب غير مهوب في حراس المرمى ومين اللي يقول إن اللعيب ده هيبقى حارس مرمى ومين اللي يقول لك إن العيب ده أو المدرب اللي هو عنده العين كويس المدرب حراس المرمى أي يقول لك ده هيبقى حاجة ده هيبقى مستقبل مصر أنا شايف إن المشكلة الفترة اللي فاتت ده بالنسبة لحراس المرمى ما فيش عندنا الحارس اللي هو إحنا نتطمن ونقولك إن إحنا عندنا الحارس المرمى الصوبر وإحنا كلنا شفنا كورتو اللي هو حارس المرمى ريال مدريد وشفنا قد إيه حارس المرمى قد إيه بيكسب بطولة كبيرة جدا بالنسبة لريال مدريد على حساب ليفر بول شفنا قد إيه محمد صلاح الكور اللي هو بيجيبه في الدور العام الإنجليزي حاول معاه مرة واثنين وثلاثة وذلك كل كرة كان بصداه حرس المرمى تبص تلاقي اللعبة كلها بتجري عليه حرس المرمى ده يوصل اللعيب لنهاء البطولة ويكسب البطولة ويخلي الناس دي كلها سعيدة يا إما يخلي الشعب ده كله تعييس دي حقيقة أنا بقولي الكلام ده لنا أنا شايف كده ما بتظهرش مواهب وما قدرش حتى المواهب اللي بتطلع ما بيحفظ على نفسه وده ناتج عن إيه هل مفيش مدربين مخصوص لحرس المرمى ما هي دي كمان من الحاجات الغريبة جدا احنا بنشوف أي جهاز بيجي يقولك أنا هاجي بالجهاز بتاعي حتى لو مدرب حراس مرمى مع الجهاز الفني اللي قابليه يقولك لا أنا جاي بالجهاز بتاعي طب هل الجهاز الفني اللي جاي هل المدرب بتاعه موهوب هل عنده الحتة اللي هي الفنية انه هو يبص يقولك ان اللعيب ده ينفع يبقى حارس مرمى ولا بيجي في التقسيمات في الاندية اثناء التقسيمات كده يقول لواحد يلبس التشيرت الاسود وروحها في حارس مرمى وما لقى احنا نزق مدربين بيعملوا ايه النهاردة انا شاف ان احنا عندنا قزمة وقزمة كبيرة جدا وخلينا نتكلم فيها بصراحة يعني الاتحاد عمل اه انه قالك ممنوع استراد او ممنوع التعاقد مع حراس مرمى طب وبعدين بس في الدوري الانجليزي ومعظم الدوريات التانية ما فقاش الكلام ده يا اما تجيب حارس مرمى على مستوى عالي جدا اجنابي زي ما كان عندنا بالانطوان وعندنا ناس كتيرة جدا علشان اللعيبة بتاعتنا تستفد منهم وبعد كده بعد ما يبطل لما احنا ليه بيجيب حراس مرمى على مستوى عالي جدا مستوى على عالي جدا عشان اللعيبة الصغيرة تتعلم منه ولما يبطل لو ما يمشيش يقعد لحد ما يدرب العالي سيطلع واحد واثين وثلاثة انما احنا عندنا قزمة اه عندنا قزمة هل موجودة العدم الازمة دي الموجودة عدم مدربين مؤهلين لحراس المرمى مخصوص واحد هو فيه مدرب حراس مرمى نعم وفيه دراسات لحراس المرمى وفيه تعايش مع حراس المرمى وفيه مدرب بعينه على تحركات اللاعب وفيه مدرب بيقولك ايه ازاي يطلع وازاي ما يطلعش فيه الكلام ده كله انما احنا معلش ما نزعلش منه احنا وغدينه بالفهلاوة اي حد ممكن يجي يمسك حراس المرمى لا احنا عندنا قزمة واتمنى اتمنى ان احنا نحلاها بسرعة بدل ما تقع الفاس فالرزة ما بيتقال وشفنا في الامم الافريقية وشفنا في حاجات كثيرة جدا وتصفيات كاسعالم لما جول كيبر بتاعنا بيقع او مستوى بيتهز شوية بيلعبوا غزبا عنه ودلوقتي احنا الشناء وعندنا جول يعني ما فيش احسن من كده انما مستوى بينزل مين اللي هياخد بعديه عشان كده انا بقول له مدربين خلى عندكم الجرأة وقدوا لناشئين الصغيرين ادوا الناشئ ناشئ هيغلط مرة واثنين وثلاثة و هيتعلم ما تقول لي هيتعلم على حساب النادي مش هتعلم على حساب النادي اكرامي وثابت وكل النجوم الكبيرة دي في الاول كانت ساعات كده بتبقى يعني بش مية مية انما بعد كده عملك ايه لان ده عندك احنا على ايامنا ما كان فيه كابتن اكرامي وكابتن ثابت رحمة الله عليه لما كانوا بلعبوا احنا بنعبوا احنا مجمدين لان عارف ان مش هفي حاجة اي مفراد على اكرامي ما فيش اي كرة بالعرض لثابت البطل ما فيش ده جات من فراغ ما جاتش من فراغ انا كنت ااخد ثابت البطل الله رحمه بعد التمرين اقعد معاه ساعة عشان اعمل له افارات ويطلع وثابت ميحبش الله رحمه ميحبش يتريمي محب يلقط الكرة من فوقه كده بتاعه بيبني هجمة اكرامي في الفرادات اتحدى لو احسن لعيب في العالم ينفرد باكرامي ما هي وده ده الكلام هم كانوا مش هوني عن نفسهم فاتمنى اتمنى ان اللعيبة الموجودين حانيح حراسة مش هوني عن نفسهم مش لازموا منستنى المدارب لما يجي يقولوا اعمل كذا وكذا اشوف انا نقصني ايه واروح اتمرن اشوف انا نقصني ايه هل الكرات العرضية اطلع فيها لما اطلعش ببقاش متردد فيها الكرة لدلوقتي بقت معظم الاهداف المرمى لما زميلك بيرجع لكرة بيحاول كل جول كبر بيمسك الكرة وعايز يعملها الواحد معين يا عم دي مش مؤهلاتنا دي مش مؤهلاتنا الاول اقف وشد حلك في الجول انما ابص لقى كل حراس مرمى كلهم بالكامل في مصر ياخدوا كرة ويفضل باصس ويفضل يعطل للوقت ويفضل بص شمال ويمين عشان يوصلوا كرة لوحدك دي مش بتاعتك دي مش بتاعتك انت تسلم للناس القريبة سلم للناس القريبة وهو يبنوا هجمة النامق والاخر تتردى عليه بعد ما العابة تردى عليه جول بيستلبوا الكرة ورجعالوا ويمسكها وبعدين عاوز يغزل بيها ويش عارف ايه شوية منظرة ماينفعش والله العظيم ماينفع عشان كده انا بقول على كل فرقة انك تجيب مؤهل واحد عنده مؤهل حراس مرمى مش مجرد مدرب يقولك انا مدرب حراس مرمى اجيبه واشتغل احنا عندنا هنا زي ما قلت لكم في الحلقة الليلة ان شاء الله من المجري معانا نجب من نجوم كرة القدم كان حارس مرمى هو وفي نفس الوقت بقى مدرب ومدرب كبير ايه وحقق بطولات على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى منطقة مصر ودرب برة في الخليج ودرب في كل حتة